بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله إخوتي الأعزاء شاء الله تكونوا بألف خير معكم أخوكم معتجاني فائدة يعني على السريع خوتي العزيز يعني رمنا سيخونها كما قال بعد الدقائق باش نفيدوكم بإذن الله موضوعنا اليوم خوتي يعني البارفا خوتي البارفا هذه أنثى بارفا خوتي شوفوا بسم الله ما شاء الله أنثى بارفا اللهم بارك فكما تعلمون خوتي أنه يعني سلالة البارفا هذه سلالة البارفا يعني تشمال إفريقيا راه بصدد الإنقراض راه بصدد الإنقراض حتى في الطابعة الآن يعني الطابعة يعني كيت تشوف مقنين هكذا تحسوا أنه مش بارفا تحسوا أنه مخلط خوتي تحسوا أنه يعني مخلط بالإليغون يعني أرتم إبريد يعني خليط ما بين يعني ليلغون والبارفا خوتي البارفا لهذا الآن يعني إحنا المهمة كمربين أن يعني نحاول أن نقتني يعني أو نختار كوبلات فيها يعني خصائص البارفا خوتي أنا أعطيكم يعني حاجة صغيرة إن شاء الله بس تفرقوا البارفا من غيره البارفا في حاجة خوتي يعني تفرقه عن بقية السلالات صحي خوتي عفونا لا طايا خوتي لا طايا يعني الحجم تعالى تعالى الطير أكيد أنه يكون صغير لأنه أصلا بارفا يعني معناها باللاتينية صغير الحجم صغير الحجم ولكن في خاصية أخرى تميزه عن بقية الطيور أو السلالات عفوا وهو رأس الحجم حجم الرأس عفوا حجم الرأس خوتي العزاز صحي شوفوا خوتي البارفا يمتاز بحجم رأسه الكبير ها شوفوا مقارنة مع جسمه يعني إذا القيت يعني حسون لطايت تعوه صغيرة والرأس تعوه صغير مخلط مخلط خوتي مخطيكم لكن شوفوا دائما الرأس كي يكون الرأس كبير فيها أخير إن شاء الله ورأكم في الطريق الصحيح السلام عليكم